موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم مشاهدين الكرام وأرحب بكم إلى حلقة حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأ مع الصحافة العالمية حيث نشرت صحيفة الأبزيرفر مقالا بعنوان إسرائيل يجب أن تدرك مدى الأضرار التي تلحقها أفعالها بسمعتها الدولية تقول الصحيفة إن استئناف العمليات العسكرية عقب انتهاء أحداث وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد استئناف حماس هجماتها الصاروخية أمر غير مفاجئ ومثير للفزع في آن واحد وتضيف أن إسرائيل تقول إنها قتلت 900 من مقاتل حماس ودمرت 3000 صاروخ وكشفت 32 نفقا ولكن الكثير من الصواريخ لم تدمر وتقول إن تصريحات حماس الأخيرة تشير إلى أنها عاقدة العزم على استخدام هذه الصواريخ إن التكلفة البشرية للمدنيين في غزة التي ترى الصحيفة أن حماس تستغلها من المتوقع أن ترتفع عن العدد الحالي الذي يقدر بنحو 1900 قتيل والكثير من الجرحة ويصل عدد النازحين من منازلهم إلى 30% من تعداد سكان غزة البالغة 1.8 مليون شخص وتقول الصحيفة إن الإسرائيليين لم يدركوا بعد مدى الضر الذي يحدثه العنف ضد الفلسطينيين بسمعتها الدولية فلم يعرب عن الغضب الأوروبيون مرهفوا الحس فقط أو مواطن الدول الإسلامية فحسب وتضيف أن الغضب الناجم عما ينظر إليه على أنه رد الفعل الإسرائيلي المفرط جدا ينظر إليه بغضب في الولايات المتحدة غير المبالية عادة وترى الصحيفة أن العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو والرئيس الأمريكي باراك أوباما تضررت بشدة وتضيف أن تغيرا تدريجيا آخذ في الظهور في الولايات المتحدة خصوصا في الأجل الشاب وتقول إن نتنياهو غيره من الإسرائيليين المعتادين على حسن النوايا الأمريكية تجاههم على الكثير من الجبهات يجب أن يمعن النظر في الأمر وتقول الصحيفة إن العملية الإسرائيلية على غزة لها تأثير الضار أعم على مصالحها ومصالح حلفائها مشيرة إلى زيادة المشاعر المناهضات لليهود في فرنسا وألمانيا وغيرها من الدول نتابع مشاهدنا الكرام مع موقع العربي الجديد الذي نشر مقالا لميشيل كيلو بعنوان المعركة بين داعش والنظام السوري جاء فيه هل انتهى شهر عسل النظامي وداعش وودأ زمن المعارك والتطاحن العسكري والسياسي بينهما؟ أغلب الظن أن الحليفين سيبقى يعني متعاونين ضد الجيش الحر حيث تكون لديه قوة تستطيع مواجهتهما لكنهما سيدخلنا في المناطق الأخرى إلى الزمن اقتصال مفتوح وزنفسا عدائي سيزح فيه أحد الطرفين الطرف الآخر بما يعني ذلك من انتهاء تفاهما عالني ومضمر دام عاما كاملا بينهما انتهى بتراجع خطير في دور الجيش الحر ووجوده داخل الوضع السوري الراهن اليوم وبعدما تقلصت المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الحر من 65% إلى 10% من الأرض السورية تتكامل شروط انفجار الصراع بينهما لأسباب منها أنهما يماثلان دولتين تريد كل واحدة منهما فرض سيادتها المنفردة في الإطار السوري ومن المحال حسمها بغير القوة نظرا للطابع الشمولي والاستعبادي لنظاميهما المتصارعين سنشهد من الآن فصاعدا محاولات سيقوم بها النظام لتقليص قوة داعش وانتشارها وفي المقابل سنرى محاولات معاكسة لاحتلال مناطق يمسك بها النظام وينشر جيشه فيها والعلم وقع في حقل الشاعر والفرقة 17 قبرقة يكون مؤشرا واضحا المعاني إلى طبيعة الحقبة المقبلة تنحدر سوريا نحو صراع من نمط مختلف حده الأول دولة النظام والثاني دولة داعش ستتلاشى فيه أكثر فأكثر قوة وبالتالي مكانة تمثيلات الثورة العسكرية والسياسية من الجيش الحر والائتلاف وستتبدل بتلاشيها هوية الحقل السياسي والعسكري السوري وطبيعته هذا التطور سيضيف مفردات جديدة شديدة القسوة والهمجية إلى علاقات القوى وقد يأخذ بلادنا إلى حال لا مكان فيه لمعظم شعبها والمشكلة أن تمثيلات الثورة من جيش حر أو ائتلاف لم تنتبه بعد إلى حقيقة ما يدري ولم تخصه بما يستحق من أهمية ومواقف عملية فاعلة وإن قياداتها تواصل صراعاتها على السلطة والنفوذ متجاهلة أنه لن تقوم لها قائمة إطلاقا انتصر النظام أمدعش حديث الصحافة متواصل معكم مشاهدنا ونقرأ الآن في صحيفة الدستور الأردنية التي نشرت مقالة لياسر الزعاترى بعنوان المزاج العام في الضفة في ضوء معركة غزة جافي القادمون من الضفة الغربية يتحدثون عن مزاج مختلف في أوساط الجمهور الفلسطيني إذ حظيت المعركة في قطاع غزة باهتمام الناس على نحو استثنائي وأصبحت المقاومة وحركة حماس تتمتع بحضور شعبي لم يسبق له مثيل منذ الحسم العسكري منتصف عام 2007 يحدث ذلك لجملة من الاعتبارات لعل أولها التعاطف الطبيعي مع مسلسل الموت والتدمير الذي أصاب جزءا من الوطن الفلسطيني وأبنائه لكن البعد الذي لا يقل أهمية هو تطورة ما قبل المعركة الأخيرة إذ أثبتت حماس بقبولها حكومة الوحدة أن المقولات التي طالما روجها أنصار السلطة وحركة فتح عن حرصها على السلطة وتمسكها بها على حساب قضية كانت محضة هراء وأن الحسم العسكري لم يكن من أجل تأسيس إمارة ظلامية في قطاع غزة كما روجت الآلة الإعلامية لدحلان والسلطة ولكود العربي بشكل عام وإنما كانت سلوكا مضطر ردا على تآمر الطرف الآخر البعد الآخر الذي لا يقل أهمية هو تأكد الجميع من أن الحديث عن تركيز حماس على السلطة وترك المقاومة كان سخفا أيضا فالحركة لم تكن تريد التهديئة لذاتها بل من أجل الإعداد للمواجهة مع العدو فهذه الأسلحة وتلك الأنفاق والبنية العسكرية التي فاجأت الجميع كانت تأكيدا على أنه بينما كان ينشغل الطرف بالتنسيق الأمني مع العدو كانت حماس تواصل الإعداد والحفر في الصخر من أجل توفير القدرة على مقارعة العدو واقع الحال أن حركة حماس قد عادت إلى ألاقها في الضفة الغربية فضلا عن قطاع غزة فيما وجد الشباب حركة فتح أنفسهم بحالة خجل من سلوك قيادتهم ولعل ذلك هو ما يفسر بعض التغير في خطابها لجهة تبني مطالب المقاومة بعد تردد بل بعد دعم صريح للمبادرة المصرية كل ذلك لا ينفي أن جيل الشباب يراقب كل ما يدري بالكثير من الصخط لكن حركة فتح ونفوذها تبقى معضلة لا من حيث توجهات شبابها وإنما من حيث التزامهم للخيار العام للقيادة من المؤكد أن الأمل لا يزال كبيرا بتصعيد الانتفاضة في الضفة الغربية لا من أجل لجم العدوان بل وهو الأهم من أجل تغيير المسار برمته باتجاه انتفاضة ثالثة تعيد القضية إلى سكتها الصحيحة وتوقف مسيرة العبث التي طالت أكثر بكثير مما يمكن احتماله ننتقل الآن مشاهدين الكرام إلى صحيفة الأنباء الكويتية التي نشرت تحت عنوانه المسلمون تضامنوا مع مسيحيين موصل أكثر من الغرب المسيحي جاء فيه رأى رئيس جامعة الحكمة الأب كميل مبارك أننا اليوم في زمن ما قبل الطفل وأن دم الأبرياء الذي يسقط في العراق وفلسطين وسوريا وفي مناطق أخرى من الشرق الأوسط هو فتيل لغضب الله ورأى أن المسؤول عن هذه الجرائم التي توصف أحيانا بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ليس ما يفعلها فقط بل المسؤول هو صمت العالم وصمت الأمم المتحدة التي من واجبها حماية أمن الناس مشيرا إلى أن التضامن مع المسيحيين في الموصل أتى أكثر من المسلمين أكثر مما أتى من دول الغرب المسيحية ورأى أن تضامن المسلمين مع المسيحيين هو رفض لكل مباهب التكفير ومدارسه ويؤكد أن المرحلة لن تطول وسيعود الوعي إلى المجتمعات التي يتم تهجير المسيحيين منها وأكد الأب مبارك أن إحدى خطايا المجتمع الدولي وأخطاء الغرب غير المغفورة هي الطلب من المسيحيين في هذا المشرق أن يهاجروا ويأتوا إلى فرنسا أو غيرها من الدول مشيرا إلى تسهيل تهجير أو هجرة المسيحيين التي منظر إليها من الوجهة الإنسانية والديمقراطية معتبرا أن هذا الأمر مشاركة في المؤامرة التي لا تعني فقط قوة السلاح فلأن هذا النوع من الاستقبال للمسيحيين هو ضعف من نوع سياسي وأخلاقي وديبلوماسي معتبرا أن ذلك لا يساهم فقط في تهجير المسيحيين الذين تسركوا بلادهم وأرضهم بل يساهم أيضا في استقبال الذين لم يقرروا بعد أن يتركوا نواصل الآن مشاهدنا الكرام مع صحيفة مليت التركية التي نشرت لقاء مع وزير الخارجية التركي تحت عنوان لم ندخل الحرب ولم تتغير أوضاع ناجأ فيه ذكر وزير الخارجية التركي أحمد داود أغلو خلال لقاء صحفي أنهم يعانون مواقف المعارضة التركية التي تتهمهم بمساعدة تنظيم داعش معيدا إلى الأذهان أنهم أعلنوا في الجريدة الرسمية في العاشر من تشرين الأول عام 2013 أن هذا التنظيم تنظيم إرهابي أي أن موقفهم واضح من هذا التنظيم الإرهابي الذي يشكل تهديدا كبيرا في شمال العراق وقام بدهم القنصلية التركية في مدينة الموصل واختطف 49 مواطنا تركيا من أفراد القنصلية وعائلتهم ولم يطلق سراحهم حتى اليوم وحول تهام المعارضة له بأنه يعمل على إقحام تركيا في الحرب قال داود أغلو بأنه يشجب مذكرة الاستجواب التي تقدمت بها المعارضة إلى البرلمان بحقه وأشر إلى أن حدود تركيا ملتهبة وفي حالة حرب ومع ذلك فإن تركيا حفظت على موقفها ولم تصبح طرفا لحد هذا اليوم في أي صراع خارجي مؤكدا أن ذلك يعتبر بحد ذاته نجاحا مهما في هذه المرحلة وحول المساعدة التي قدمتها أنقرة لتركمان العراق أكد أغلو أنهم يحاولون تقديم المساعدة لكافة المكونات العراقية وليس فقط للمكون التركماني حيث أن كلهم بشر حربا وتركمانا ويزيديين ومسيحيين وأنهم في نفس الوقت ظلوا بعيدين عن الحرب وفي معرض سرده تفاصيل عملية الانتخابات الرئاسية وما ستأول إليه الأوضاع أكد داود أغلو عدم وجود أي تصدع داخل حزبهم وأنهم يعملون لتحقيق الأهداف الموضوعة حتى عام 2023 جدير بالذكر أن الأنظار تتجه إلى وزير الخارجية أحمد داود أغلو على أنه أحد المرشحين الأوفريح الظلم ليكون خلفا لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردغان في حالة فوز الأخير بمنصب رئاسة الجمهورية التركية في الانتخابات نتابع الآن مشاهدين الكرام مع وكالة أنباء الأنظل التي نشرت تحت عنوان أردغان الرئيس الثاني عشر للجمهورية التركية جاء فيه فاز مرشح حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم للرئاسة رجب طيب أردغان فاز برئاسة الجمهورية التركية في أول انتخابات مباشرة عن طريق الشعب وفقا للنتائج الأولية وحصل أردغان وفق النتائج غير الرسمية على أكثر من خمسين بالمئة من الأصوات تلاه المرشح التوافقي لعدة أحزاب معارضة أكمل الدين أحسان أغلو ثم مرشح حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش ويعتبر رجب طيب أردغان أول رئيس تركيا منتخب مباشرة من قبل الشعب لعب أردغان دورا فعالا في اتحاد الطلبة الأتراك الوطنيين خلال دراسته الثانوية والجامعية وانتخب رئيسا لجناح الشبيبة في حزب السلامة الوطنية في ولاية اسطنبول عام 1976 عندما كان في الثانية والعشرين من عمره وصل العمل في الحزب حتى عام 1980 ثم عمل مستشارا ومديرا في القطاع الخاص عقب إغلاق الأحزاب السياسية إثر انقلاب الثانية عشر من أيلول عام 1980 عاد أردغان إلى معترك السياسة عام 1983 مع تأسيس حزب رفاه وفي عام 1984 أصبح رئيسا لفرع الحزب في قضاء بي أغلو وتولى عام 1985 رئاسة فرع الحزب في ولاية اسطنبول وعضوا في اللجنة المركزية له رشحه حزب الرفاه لرئاسة بلدية اسطنبول وحل في المركز الأول في انتخابات عام 1994 بعد حصوله على نسبة 25.19% في الانتخابات المحلية ليصبح رئيسا للبلدية مثل أردغان أمام المحكمة بسبب قراءته قصيدة شعرية في الثاني عشر من كانون الأول عام 1997 خلال إلقائه خطابا بالمواطنين وحكم عليه بالحبس وعقب الحكم عزل من منصبه في رئاسة بلدية اسطنبول وقضى أربعة أشهر في الحبس أخلي سبيله في الرابع والعشر من تموز عام 1999 ليواصل عمله في المجال السياسي وعقب تأسيس حزب العدالة والتنمية في الرابع عشر من آب عام 2001 اختاره المؤسسون رئيسا للحزب شارك حزب العدالة والتنمية للمرة الأولى في الانتخابات البرلمانية في الثالث من تشرين الثاني عام 2002 وحصد أربعة وثلاثين فاصل ستة بالمئة من الأصوات ليحتل المركز الأول غير أن أردغان لم يتمكن من الترشح بسبب وجود قرار محكمة بحقه شارك أردغان في الانتخابات المعادة في ولاية السرد شرقية تركيا في التاسع من عام آذار عام 2003 بعد صدور قرار تعديل قانوني أزال العائق أمام ترشحه للبرلمان استلم أردغان رئاسة الحكومة التركية التاسعة والخمسين التي تشكلت في الخامس عشر من آذار عام 2003 من عبداللقل في الثاني والعشر من تموز عام 2007 شكل حزب العدالة والتنمية الحكومة الستين عقب حصوله على ستة وأربعين فاصل ستة بالمئة من أصوات ناخبين وتمكن في حزيران 2012 من الحصول على تسعة وأربعين فاصل ثمانية بالمئة من الأصوات ليشكل بعدها الحكومة الواحدة والستين برئاسة أردغان أبرز الإصلاحات التي أجرها رفع حالة الطوارئ إلغاء المحاكم ذات الصلاحية الخاصة إتاحة التعليم بلغات ولهاجات مختلفة وتطويرها والسماح بقيام وسائل إعلام ناطقة بها ورفع حظر الحجاب في المؤسسات الرسمية حرص على تجديد العقوبات على جرائم الكراهية والتمييز وعمل على إدراج تعديلات في قانون العقوبات التركي تكفل حرية الاعتقاد واحترام أسلوب الحياة للمواطنين كما جهز الأرضية القانونية التي تدعم عملية السلام الداخلي وتسهم في تكامل المجتمع وإنهاء الإرهاب نقرأ الآن مشاهدنا في موقع حبرلار الإلكتروني الذي نشرت تحت عنوان أربعة آلاف وخمسمائة مولود مقابل ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين شهيداً في غزة خلال شهر من الحرب الإسرائيلية جاء فيه وهي تسجل قائمة قتل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي اقتربت من ألفي قتل دونت وزارة الصحة الفلسطينية رقماً مضاعفاً للمواليد خلال شهر من هذه الحرب المتواصلة منذ السابع من الشهر الماضي ومنذ أربعة وثلاثين يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً على غزة تحت اسم الجرف الصامد تسببت في مقتل ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين فلسطينياً بينهم أربعمائة وثلاثة وثلاثون طفلاً بحسب وزارة الصحة الفلسطينية ولم تفصل بين ثلاجات الموتى وأقسام الولادة في مستشفيات القطاع الذي يقتله أكثر من 1.8 مليون فلسطيني لم تفصل بينهما سوى أمتار قليلة وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية تم تسجيل أربعة آلاف وخمسمائة مولود جديد في غزة خلال ثلاثين يوماً من الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر إسرائيلياً من عام 2006 وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية إياد المزم في تصريحات لوكلة الأناضول إن إدارة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية لم تخرج بإحصائية رسمية حتى اللحظة ورجح أن يزيد عدد المواليد من خمسة ألاف مولود مضيفاً أن هناك مواليد لم يتم تسجيلهم لأنهم ولدوا في بدارس الإيواء التي نزحوا إليها إضافة إلى عدم تسجيل عديد من المواليد في المستشفيات القريبة من الحدود مع غزة جراء تداعيات الحرب الإسرائيلية وفقاً لإحصائيات وزارة الداخلية فإن العدد الإجمالي لسكان غزة حتى الربع الأول لعام 2014 بلغ حوالي مليون وثمانمائة وسبعين ألف مواطن هم تسعمائة وسبعة وأربعون ألف ذكر وتسعمائة واثنين وعشرون ألف أنتا وتفيد إحصائيات فلسطينية بأن عدد سكان غزة سيصل بحلول عام 2020 إلى 2 مليون وثلاثمائة ألف نسمة الأمر الذي سيحول القطاع إلى إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم نصل مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم حيث نشرت مجلة شباب سوريا المستقبل مقالاً للكاتب نبيل شبيب عنوان نور المستقبل في ظلمات الحاضر جاء فيه يا أيها الفلسطينيون والسوريون والمصريون والعراقيون يا جميع العرب والمسلمين في كل مكان لابد لمن يرى قطاع الليل المظلم تحيط به من كل جانب أن يرى بعين بصيرته إشراقة الفدر بعد الليل البهيم أن يرى أن هذا الطريق الذي سلكته إرادة الشعوب ثورة على محتل أجنبي ومستبد محلي وكيد إقليمي ومكر دولي هو الطريق الواصل إلى الغد إلى المستقبل إلى الخلاص من الاحتلال والاستبداد ورد كيد الكائدين ومكر الماكرين ومواصلة حمل رسالة الخير والهدى للإنسان جنس الإنسان في عالمنا وعصرنا لنتأمل ببصيرتنا وبصرنا إننا نعايش هذه الأيام العصف المأكول في غزة العزة وليس دير ياسين أخواتها إننا نعايش الصمود الرافضين للانقلاب على ثورتهم في مصر الكنانة وليس الملايين هائمة وراء زعيم من الزعماء أيًا كان إننا نعايش في سوريا الأبية انتكاسة ثورة قادرة على الوقوف ومتابعة الطريق من جديد أقوى مما كانت عليه وليس قعوداً عن كل تحرك وتجنباً لكل همسة وخنوعاً لحقارة كل همجي صغير كما كان بالأمس القريب إننا نعايش هذه الأيام شعوباً تحركت في مواجهة الاستبداد وحلفائه وليس شعوباً استكانت غافلة عن حقيقة ورثة الاستعمار لترسيخ ما خلف من تجزئة وتخلف إننا نعايش هذه الأيام إنساناً يولد من جديد في أرضنا ليصنع مستقبل أطفالنا يجب أن نوقد تلك الشعلة المستقبلية لقادم الأيام الشعلة التي نراها ببصيرة يقيننا وأعماق أعماق اقتناعاتنا يجب أن يرى أطفالنا المستقبل على حقيقته أن يروه من خلالنا من خلال إحساسنا الصادق وكلماتنا الوعية وعملنا المتواصل أي يبصر معنا النور من وراء الظلمات ولن نتوقف قبل الوصول إليه ويبصر معنا النصر مقبلاً من وراء النكسات والأخطاء والانحرافات ولن نتردد عن مواجهتها ومتابعة الطريق عاملين ثابتين صابرين مصابرين نعاهد الإنسان على بناء إنسانيته وعالمه كما يجب نعاهد الله على ذلك نعاهد أمتنا على ذلك نعاهد الأوطان المعتقلة على ذلك بهذا مشاهدنا الكرام تنتهي حلقتنا من حديث صحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم نلتقي مجدداً غداً إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر